رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد لرئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إيد جابريال أنه لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات من مباشرة عملها ولا مبرر على الإطلاق لهذا التأخير أو المنع وذلك في إطار إجابته على حديث جابريال حول أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدما مع صندوق النقد الدولي ولم يعد هناك من وقت لإضاعته وكانت مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان قد زارت مقر الرئاسة الثانية في إطار وفد ضم إضافة إلى جابريال نائب رئيس المجموعة نيجات فارس جاي غزال وبحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوريتي شي أجرينا مع دولة الرئيس نبيه بري محادثات بناء وصريحة وأكدنا على أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدما مع صندوق النقد الدولي كما نقشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثانية بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الإنسانية كما علمنا دولته أن الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الإنمائية العام الفائد ب700 مليون دولار لم يعد هناك من وقت لإضاعاته من أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مصار تشريعي من أجل إنقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد استمرارها العمل من أجل دعم احتياجات لبنان على صعيد آخر استقبل الرئيس بري سفير كوبا في لبنان خرخير ليون كروز الذي سلمه رسالة تهنئة من رئيس المجلس الوطني للسلطة الشعبية في كوبا ستيبيان لسو هيرنانداز هنأه فيها بانتخابه رئيسا لمجلس النواب لولاية جديدة وأعرب فيرنانداز في البرقية عن الرغبة الكبيرة للمجلس النيابي الكوبي في مواصلة تقوية أواصر الصداقة والتضامن بين البرلمانين اللبناني والكوبي اشتركوا في القناة